قال المصنف رحمه الله تعالى وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها فأقسام الإعراب منها ما هو مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع نحو يصدق المؤمن والنصب نحو لن أسمع الغيبة ومنها خاص بالاسم وهو الخفض أي الجر نحو في المسجد نور ومنها خاص بالفعل وهو الجزم نحو لم يغضب أمة باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنف السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الضمة في الاسم المفرد نحو نجح الطالب فاز الفتاة وصل القاضي جاء صديقي في جمع التكسير نحو حضر العمال سافر الجرحى في جمع المؤنف السالم نحو تفوز المجتهدات وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نحو يكتب يسعى يدعو يقضي وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال ففي جمع المذكر السالم نحو أفلح الصادقون وفي الأسماء الخمسة نحو فرح أخوك أبوك ذو علم وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة فالألف علامة لرفع المثنى نحو مرض الصديقان وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة فالنون علامة لرفع الأفعال الخمسة نحو يكتبان تكتبان يكتبون تكتبون تكتبين وفي الختام نرجو منكم الاطلاع على الإعراب التفصيلي للأمثلة المرفقة من الكتاب ففيها فائدة كبيرة كما تجدون الرابط لملف حل التدريبات في أول تعليق إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر